عندما يتشابه العراقيون والفلسطينيون في مأساة التهجير القسري فهذا يعني أن من هجروهم يتبنون نهجا واحدا ويمتلكون عقلية مشتركة وكما تحولت كثير من المدن والبلدات الفلسطينية إلى مستوطنات لمغتصبي الأرض صارت كذلك مدن عراقية مستوطنات للميليشيات الطائفية في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني خرج رئيس حكومة الإطار الميليشيوي محمد السوداني ليتحدث عن جرائم الاحتلال الصهيوني ويذكر بحق الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم بينما على بعد كيلومترات من مقر إقامته يوجد آلاف العراقيين المبعدين قسريا عن أراضيهم في جرف الصخر والعويسات وحزام بغداد وفي نفس الوطن الذي يعيش فيه السوداني مخيمات عمرها أكثر من سبع سنوات ويعاني النازحون فيها ويلات الإهمال والإقصاء بينما وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد تستعجل طي ملف النزوح بإغلاق هذه المخيمات دون إيجاد حلول لعودة النازحين إلى مناطقهم الوزارة أعلنت ارتفاع عدد المخيمات المغلقة إلى 144 مخيما من أصل 170 وتروج على سبيل الإنجاز أن المتبقي من المخيمات هو 26 مخيما فقط لكن السؤال الذي يثيره هذا الخبر ما هو مصير النازحين الذين أغلقت مخيماتهم في ظل هذه الإجراءات غير المدروسة واستحالة عودة النازحين إلى مناطقهم بسبب عوامل الدمار وانعدام فرص العمل وتسلط الميليشيات عليها التي تعتقل من يعود بعد أن تتهمه بالإرهاب مشروع إغلاق المخيمات يبدي في ظاهره أن هناك عودة طوعية للنازحين إلى مناطقهم لكن الأمر على أرض الواقع مختلف تماما فرغم الإجراءات الحكومية المتسارعة بطي ملف النزوح لا يزال في العراق أكثر من مليون ومئة ألف نازح بحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية أي أن من يغادر المخيمات لا يعود إلى منطقته وإنما ينتقل إلى منطقة أخرى بصفة نازح أيضا لكن بعيدا عن الضوء الإعلامي المسلط على المخيمات بالدرجة الأولى ترجمة نانسي قنقر